بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرئيس الأمريكي جو بايدن يستبق لقاءه بالرئيس الروسي فلادمير بوتين قائلا لا أقبل خطوطا حمراء يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه الواشنطن بوست أن روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175 ألف جندي لمتابعة ما يتعلق بهذه الأزمة المتصاعدة أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إنه سيجري نقاشا طويلا مع نظيره الروسي بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا كما أكد بايدن أنه لن يقبل خطوطا حمراء من جانب روسيا وكانت السلطات الأوكرانية أكدت أن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من حدودها فقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجري نقاشا طويلا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وإنه لن يقبل خطوطا حمراء من جانب روسيا وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته إلى منتجع كمبي ديفيد نحن على دراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة وأتوقع أننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين وقال أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية وذلك نقلا عن تقارير المخابرات تشير إلى أن موسكو ربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق في نهاية شهر يناير كانون الثاني المقبل والثلاثاء حذر بوتين من أن نشر حلف النيتو قواته وأسلحته في أوكرانيا يمثل خطا أحمر لروسيا وسيؤدي إلى رد قوي من جهتها صحيفة واشنطن بوست تقول أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي اعتبارا من العام المقبل ونقلت الصحيفة عن وثيقة عسكرية أمريكية أن القوات الروسية تتموضع في أربعة مواقع مختلفة بخمسين مجموعة قتالية تكتيكية ذكرت صحيفة واشنطن بوست الجمعة أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي اعتبارا من العام المقبل مؤكدة بذلك مخاوف لدى كييف من هذا الاحتمال ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير طلب عدم كشف هويته أن موسكو تستعد لإطلاق مئة كتيبة مكونة من مجموعة تكتيكية بقوة تقدر بنحو 175 ألف رجل إلى جانب دبابات ومدفعية ومعدات أخرى وردا على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية رفضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون التعليق على معلومات تتعلق بالاستخبارات لكنها قالت أنها قلقة للغاية من الأدلة على خطط لروسيا لتحركات عدوانية ضد أوكرانيا وقال المتحدث باسم البنتاجون الليفتانت كولينيل تونيس المورس سنواصل دعم تخفيف التوتر في المنطقة وإيجاد حل دبلوماسي للصراع في شرق أوكرانيا ونقلت واشنطن بوست عن وثيقة عسكرية أمريكية أن القوات الروسية تتموضع في أربعة مواقع مختلفة بخمسين مجموعة قتالية تكتيكية وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عزز الضغط على روسيا الجمعة مؤكدا أنه يعد مبادرات للدفاع عن أوكرانيا في حالة حدوث غزو عقب تمركز القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية وصرح وزير العدل الأوكراني أمام البرلمان بأن تقديرات الاستخبارات الأوكرانية تشير إلى أن نهاية يناير كانون الثاني هي الفترة الأكثر احتمالا لاستكمال الاستعدادات الروسية إلى تصعيد كبير وقال أن نحو 100 ألف جند روسي قد يشاركون في هجوم محتمل مؤكدا أن التصعيد سيناريو محتمل ولكنه ليس حتميا ومهمتنا منعه وأضاف أن روسيا بدأت بالفعل تدريبات عسكرية بالقرب من أوكرانيا وتجري اختبارات لاتصالاتها وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي ليفاروف الخميس في استوكهولم نحن قليقون جدا من خطط روسيا لاعتداء جديد على أوكرانيا مكررا اتهامات أطلقها قبل يوم واحد عندما تحدث عن أدلة على استعدادات من هذا النوع وحذر بلينكين من أنه إذا قررت روسيا مواصلة طريق المواجهة فستواجه عواقب وخيمة بعدما هدد الأربعاء بفرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على موسكو ويفترض أن يناقش الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو التوتر بشأن أوكرانيا بعد سبع سنوات من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واستلاء القوات الانفصالية الموالية لروسيا على جزء من شرق أوكرانيا المخابرات الأمريكية تتحدث عن هجوم محتمل مطلع 2022 بايدن يتعاهد بردع روسيا عن غزو أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيجعل من الصعب جدا على روسيا أن تغزو أوكرانيا في حين أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المخابرات الأمريكية خالصت إلى أن موسكو تخطط لهجوم متعدد الجبهات على كييف مطلع العام المقبل وقال بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض أمس الجمعة أنا على اتصال دائم مع حلفائنا في أوروبا ومع الأوكرانيين ووزير الخارجية ومستشاري للأمن القومي منخرطان على نطاق واسع في هذه المسألة وأضاف ما أقوم به هو وضع مجموعة من المبادرات وأضاف ما أقوم به هو وضع مجموعة من المبادرات أعتقد أنها ستكون الأكثر شمولا وذات مغزى لنجعل من الصعب جدا على الرئيس الروسي بوتين المضي قدما والقيام بما يخشى الناس أن يقوم به وفي تصريحات لاحقة قال بايدن لدى توجهه إلى منتجع كمبي ديفيد نحن على ذراية بتحركات روسيا منذ فترة طويلة وأتوقع أننا سنجري نقاشا طويلا مع بوتين وأضاف أنا لا أقبل خطوطا حمراء من أحد وفي السياق نفسه قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي هناك سلسلة أدوات في متناولنا طبعا تشكل العقوبات الاقتصادية خيارا وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في ستوكهول إن أي اعتداءات روسية على أوكرانيا سيترتب عليها عقوبات اقتصادية لم تنفذها بلاده من قبل استنتاجات المخابرات الأمريكية ومع تصاعد نظر الحرب قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA خلصت إلى أن موسكو تخطط لهجوم متعدد الجبهات على أوكرانيا مطلع 22 وأضافت الصحيفة أن تقديرات CIA تشير إلى أن مشاركة 175 ألف جند روسي في الهجوم على أوكرانيا وهذا هو الخبر وتتضمن وثيقة المخابرات والتي نشرت الصحيفة مضامينها صورا بالأقمار الاصطناعية لحشود من القوات الروسية في أربع مواقع قرب أوكرانيا ووفقا للمصدر نفسه فقد نشرت روسيا خمسين مجموعة تكتيكية في الميدان إلى جانب عدد من الدبابات ووحدات المدفعية مخاوف أوكرانية من جهتي قال وزير الدفاع الأوكراني إن تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا حشدت أكثر من 94 ألف جندي بالقرب من حدود بلاده وربما تستعد لهجوم عسكري واسع النطاق وأضاف في كلمة أمام البرلمان إن بلاده لن تقدم على أي تصرف استفزازي ولكنها ستدافع عن حدودها وقال إن الوقت الأكثر ترجيحا للهجوم هو يناير 2022 بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذا الاستعراض المهم فيما يتعلق بسياسة الشد والجذب بين أمريكا وروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته